لفتة طيبة جدا عملتها شركات المحمول في مصر يعني بتتأذر كل الأسر المصرية اللي عندها حد في تركيا أو في سوريا عملت إيه شركات المحمول أعلنوا أنه هما بيوفروا مكالمات دولية ورسائل وخدمات جوال مجانا تماما إلى كل من سوريا وتركيا يعني أي أسرة دلوقتي عندها حد في تركيا ولا حد في سوريا يقدر أنه يتصل بيهم يعني شركات المحمول أعلنت ده بشكل مجاني يطمن عليهم يبعث لهم رسائل كل الخدمات متوفرة لهم أعلنت الكلام ده شركات المحمول شركتين هما شركة اتصالات مصر توفير 15 دقيقة مجانية للعملة لإتمكنان على زويهم في سوريا وتركيا فودفون أيضا أتحت المكالمات الدولية مجانا لسوريا وتركيا لمدة أسبوع كلام ده بداية من النهاردة نهاردة 8 فبراير لحد أسبوع كل الأسر المصرية اللي عندهم حد في تركيا أو في سوريا وهم من شركات المحمول دي يقدروا أن هما يتواصلوا معهم بشكل مجاني فطبعا لفتة طيبة جدا من شركات المحمول المصرية اللي بتأذر فيها يعني الأسر المصرية اللي ممكن يكون عندهم حد من أولادهم طالب بيدرس هناك حد بيشتغل هناك فيعني لفتة كويسة جدا شايفينها بتقدمها شركات المحمول في مصر زي ما قلنا فودفون لمدة أسبوع الخدمات متاحة مكالمات دولية رسائل خدمات جوال كل الكلام ده مجانا تماما ترجمة نانسي قنقر